لكن عايز أتكلم على نقطة تانية رغم المشكلة اللي التسبب فيها الاتحاد الإفريقي ولكن العلاقات ما بين مصر والمغرب علاقات جيدة وده مش كلام ممكن هنقوله عشان احنا هنا في قناة الأهلي وحارسين على العلاقات ما بيننا وما بين الأشقاء في المغرب لا ده أمر واقع وملموس والناس تقولي على أي أساس ممكن تقولي الكلام ده في الفترة الأخيرة في ظل مثلا حالة الشحن الإعلامي ما بين الطرفين حالة الشحن الإعلامي ده موجودة في جميع وسائل الإعلام العالمية المهم أنها ما تخرجش عن النص لكن السوابت الأساسية اللي عايز أأكد عليها لا بتربط على علاقات المصرية المغربية روابط صداقة وروابط قوية جدا ما بين الشعبين وعلى المستوى المسؤولية ليه بأأكد على ده؟ لأن السفير ياسر عثمان سفير مصر في المغرب انبارح أعلن عدد من الأمور والتفاصيل المهمة جدا المتعلقة بسفر جمهور النادي الأهلي أو الجمهور المصري إلى كازابلانكا لحضور المباراة النهائية وتشجيع الأهلي في نهاية دورة أبطال إفراقية المدلولات اللي اتقالت في التصرحات الخاصة بمعالي السفير سفير مصر في المغرب كانت إيه؟ أبرزها أن التأشيرة هيتم منحها للجمهور فور الوصول لمطار كازابلانكا وبالتالي الإجراءات اللي احنا متعودين عليها في التأشيرات خلال الفترات الأخيرة اختلفت تماما عن المرحلة القادمة وده يرجع للعلاقات القوية ما بين جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية الشقيقة وده حدث دون تدخل إطلاقا من الاتحاد الإفريقي اللي هو ساب الأزمة اللي هو كان المفروض يحل الأزمة لكن العلاقات القوية ما بين مصر والمغرب هي اللي سهمت فيه حل مسألة التأشيرات ووجود مسندة للجمهور اللي هيأتي إلى المغرب لتشجيع الأهلي في نهاية دورة أبطال إفريقيا وده شيء إيجابي كان لازم أتكلم فيه وابرزه في هذه اللحظات قبل تحرك الفريق إلى المغرب